موسيقى ايضا هناك فضائح بعض المسؤولين وزراء شفنا وزير الشباب والرياضة في حملة الدستور ماذا قال استمعوا نقولولهم يوم اول نوفمبر اننا دسترنا بيان اول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد شفنا ايضا وزير البريد والمواصلات ماذا قال مرانيش في صحراء اولا هني خاني فهرا عاصمة الغرب البهية كارونت مين لوجمو بدون تغضيه مش معهم كل هذه التصريحات اعادت الجزائريين الى عهد بوتفليقة لما كان وزراء بوتفليقة يسبوا في الجزائريين وشفته عمارة بن يونس بكل حرية وبكل شفافية على الموتر الشح اللي يحبه احنا الموتر الشح تاني تعرفه هو السيئة عبد العزيز بوتفليقة الله يرحم الشهداء تحية الجزائر وينعلبون لما يحب الناس شكرا عمارة بن يونس اللي كان في السجن والناس كل تعرف الملفات التي لديه عموم الناس وابناء منطقة ويعرفوا الملفات التي عنه ولكنه خرج وأكليل الظهور في انتظاره وغير 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 ليس هذا الأمر فقط أيضا فضائح المسؤولين اللي خرجوهم خالد النزار اللي رجعوه ماكثية ملفات تغلق بطريقة خبيثة وماكرة مسحي الموس في جماعة فقط في إطار تصفية الحسابات بين زمر زمر نظام نفسه وهذا كله باسم الحراكة الشعبة وباسم الشعب الجزائري لكن في الواقع لم يتغير شيء تبون وعد في قضية هل مشاكل جزائر الظل ولكن الممارسات نفسها روحوا للولات هل يستقبل المواطنين في فطرة معينة في البداية ما بعد الحراك وفي ظل الحراك كان الولات يخافوا من الشعب كانوا يخافوا من الشارع يستقبلوا الناس يشوفوا اهتماما الآن والله ما على بالهم بيهم يحقروهم وشفنا صور ومشاهد كثيرة بعض الولات حقروا الجزائريين ولكن بفضل الشعب الجزائري الذي تجند في شبكات التواصل الاجتماعي بينهم من أجبروه على الاجتماع وانت ثاني شنو هذا جاي لابس لي فيستا ميليتار وجاي تايروح روح جاي بلي فيستا ميليتار أنا سابرا ننقصرهم مع كلهم لكن الحالات التي لم تظهر للجزائريين لا تحصى ولا تعد جزائر الظل لسماها تبون وهي الجزائر العميقة بمعنى الكلمة جزائر الفقر والميزيرية في البلديات والدواء الروح للجنوب للشرق للغرب للوسط الأماكن الفقيرة سطر ما يندله الجبيل سطر الأطفال يذهبون إلى المدارس على الأحمرة أكرمكم الله ويمشوا في البوت في الغرقة وفي أحوال تشوفهم في المدارس ما عندهمش حتى فرنوات أحوال أشياء يندلها الجبيل لا يمكن أبدا أننا في القرن الواحد والعشرين أن تشوف مثل هذه المظاهر التي لم تكن حتى في فطرة الاستعمار رغم المساوء أن تعوى رغم أنه استعمار إحلالي احتلالي إجرامي ضرب عمق الدولة الجزائرية إلا أنه لم يحدث فيها حتى صدقت حتى تلك المعلمة عندما قالت لأحد المسؤولين هذا هذا رهي طابل من عهد الاستعمار وانطفض وكذا وكذا ومثل هذه الأمور البائسة التي تدل على أنه آمل التغيير قد اندثر لدى الجزائريين أنا لا أقول عندي أنا كمثقف أنظر من زوايا كثيرة ولكن عند الشارع الجزائري آمل التغيير قد انتهى النظام القائم الآن رجع إلى نفس الطريقة التي كانت موارسها السعيد بوتفريق ويحيى في تجبرهم وتعنتهم على الجزائريين ولكن نرجع نفس الطريقة لا يعتبرون أبدا لا يعتبرون شنجريحا لم يعتبر مما حدث ممن سبقوه تبون كيف كيف اللي هو رهو الآن يعالج ورجعنا إلى الوضع ما قبل 2019 عندما كان بوتفريقة يعالج من بلاد لبلاد الرئيس خير موجود في الخارج الشعب الجزائري يريد أن يرى رئيسه يزور الولايات يقف على الأعمال القائمة وكثير من الأمور ولكن للأسف الشديد كل ذلك ضاع حتى الوزير الأول يتصرف بعقلية تدريس الطلبة وليس لتسيير حكومة دولة تغرق في الفساد وتغرق في المشاكل والتحديات وفي ظل وباء عالمي زعزع اقتصادية دول لديها اقتصاد كبير بل أنها من مجموعة العشرين ضررها اقتصادها كيف دولة معنها اقتصاد أصلا اقتصادها مبني على الريع ولا يمكن وصف الحال الذي عليه حتى لا عندها عملة لديها قيمة لا عندها صناعة لا عندها ولا شيء ويقول لك الأمور أنها بخير أيضا معلومات متوفرة تتحدث أنه هناك ملفات فساد أن هناك فساد في بعض الوزارات وهذا الفساد تم التغطي عليه لم يفتح رغم جاء الوزراء جدد غطوا على هذا الفساد بسبب أنه لم يحدث تغير غير رأس الوزارة ولكن الموظفين والإداريين ومسؤولين في الإدارات اللي موجودة في الوزارة كلها لم تتغير كلها من تعلينات سلال ويحيى وكذا لذلك دولة دولة ويحيى ودولة بتفليقة ودولة وهذه الدولة التي كانت قائمة ما زالت مثل ما هي غيروا فقط رأس الوزير والوزير ما يقدرش يسير الوزارة إذا لم يكن هناك طاقم حقيقي في الوزارة مش رجلات العصابة اللي نهبوا وأخذوا الثروات وأفسدوا في الوزارات وهما نفسهم لم يتغيروا إذن إخواني الكرام السلطات الجزائرية تستعدوا لإقالة حكومة جراد المعطيات اللي متوفرة أنه جرت اتصالات مع بعض الشخصيات التي لديها قابلية للشارع بينها من رفضت وبينها ما زالت توضع في بعض الشروط ترى هل ستنجح هذه السلطات في إقناع شخصية لديها نوع من القابلية لدى الشارع الجزائري حتى تتولى هذا المنصب وتعيد ماء الوجه إلى النظام اللي يخسر كل شيء حتى صمعت المؤسسة العسكرية لكسبتها ضيعوها النظام ضيع كل شيء مرض طبون فضح أنه هناك حقيقة كذب وأنه الدولة الجديدة التي يتحدثون عنها مجرد وهم لا أساس له وأنه لم يتغير شيء في الجزائر لذلك المعلومات تقول أنه إذا فشلوا في هذا الأمر سيأتون بشخصية أخرى من طرفهم عبدالعزيز جراد حسب ما يقول إلى مقربين منه أنه يأمل أن يكلف مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة هذا الذي يأمن به لذلك عندما أجرى تبون عملية جراحية كتب منشور قال بأنه لديه استعداد للعمل الرئيس لذلك الفشل الذي ضرب منظومة الحكم في هذه الفطرة أرادوا أنه يعلقوها في عنق جراد وحكومته للتنصل من المسؤولية في المؤسسة العسكرية التي تدخل في كل كبيرة وصغيرة صارت تتنصل من مسؤولياتها وتتنصل حتى من الوعود التي أطلقتها تبون الآن يواجه تحديات صحية وليست لديه أي تأثير في صناعة القرار الحكومة كما ترونها تتكون من أشخاص همهم الولاء وليس همهم العمل وفق الكفاءة التي يجب أن تتوفر في وزير هذا هو الواقع البائس الذي عليه حكومة الجزائر معطياتنا تقول بأنه مباشرة بعد عودة الرئيس تبون من رحلة العلاج في ألمانيا سيكون أول قرار يتخذ هو حل الحكومة لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر